موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوة كرام إلى كتاب ياليريكم بخوندر نستعنيك طبعا مع إنشاس سينجوليير إذا نتكلم عن صيدون فريد من نوعه كما سنرى جهتوا في المحرم يقولون بكين نتكلم كل من يوم من ظهر للمشاهدة للغاية لرجعة لكن لا يوجد لم يكن من المحرم يمحن مرحبا بكين محرم وينتكه في المعاري من صفحة يذهب في المحرم في المحرمين في المحرم نفسي نفسي يجب أن يتكلم موسيقى où nous nous arrêtions chez mon oncle. La chambre étant en mauvais état, il fallait dormir à la cuisine, sur la cheminée, le marquer dans un fauteuil, moi sur un escabou. Vers minuit, mon oncle entre avec un fusil et mon oncle entre avec son fusil et nous voyons les yeux ouverts. Petit, veux-tu que je t'apprenne comment on tient l'oeuvre? Mais je n'ai pas de fusil. Prends celui du marquis. La tentation était trop forte, l'eau marquée renflée, le fusil brillait, je pris le fusil. Nos voilà sur la route, au clair de lune, attention la bête est là. Les herbes s'agitèrent, je vis l'ombre de deux oreilles, nos deux coups de fusil partirent à la fois. Eden, la tentation était très forte. La tentation était trop forte, l'ombre de la tentation était trop forte, l'ombre qui renflée, le verbre renflée, le mot continue de rassemblée, ou une chose de checker sur le nom, le marquée renflée est là, qu'est-ce qu'il y a un règle renflée, كان يغيط في النوم أو كان يحدث شاخرا في الحالتين نتكلم على أن الرجل كان نائم كان يغيط في النوم ثم أن البندقية كانت تلمع طبعا لذار بغي يعني لامعة إذن نقول عن شيء بأنه بغي يعني أنه لامع وأحيانا تكلم عن شخص نقول عنه بغي يعني أنه لامع المقصود بأنه متفوق أو داكي لفزي بغي يدن البندقية كانت تلمع جو بخي جو بخي لفزي إذن أنا أخذتو البندقية طبعا هنا عدنا لوفي بخاند بسراب نفس طريقة لوفي سمبل بسراب في لوفي سمبل نووالا سور لرود أو كلاير دولون نووالا سور لرود نووالا سور لرود ها نحن على الطريق إذن هنا يتكلم الكاتب يتكلم الطفل هنا بأنه الآن قد خرج مع عمه وقد أخذ معه بندقية هذا الرجل إذن نووالا سور لرود ها نحن ها نحن سور لرود على الطريق أو كلاير دولين على ضوء القمر أو كلاير إذن نتكلم عن ضوء أو كلاير دولين إذن نتكلم عن ضوء القمر طبعا كلمة كلاير ممكن أن تأتي في عدة حالات خاصة أنها تأتي كأدجيكتيف تأتي كنات نقول مثلا بارلي كلاير بارلي كلاير يعني تكلم بوضوح أو نقول مثلا يجب أن تكون واضحا نتكلم عن الأكلير نتكلم عن لكلاير نتكلم عن وضوح أو نتكلم على ضوء أو نتكلم عن ضوء كما عندنا هنا لان نتكلم نووالا سور لرود اكل لرود إذن hier نحن على الطريق على ضوء القمر إذن نتكلم هنا عن الليلة كانت مضائبة القمر Atenciyune La betela يقول لعب attention la betela إذن انتباه لابات كم نقول بأن الدابة هنا الدابة موجودة هنا المقصود بأن الأرنب موجود هنا لازرب ساجيتار لازرب ساجيتار إذن نتكلم عن لازرب إذن نتكلم عن النبات لازرب إذن نتكلم عن العشب ساجيتار كم نقول هنا الأعشاب لازرب نتكلم عن مجموعة من الأعشاب إذا نتكلم عن العشب Sagittaire يعني أنها تتحرك وننتكلم عن الورب Sagittaire Sagittaire يعني تحركها تحركها في عدة تجارات أو تزا إذا نتكلم عن الورب Sagittaire لازاب Sagittaire إذا نتكلم عن العشب أنه يتحرك Jouvelambre de Duzogai ثم وسط هذا العشب مدرأ الطفل Jouvelambre de Duzogai أنا رأيت ديلا ديلا مدر Duzogai يعني رأى ديلا أدنين أكيد أنها تعود للأرنب ثم يقول ندو كودو فيزي بارتيغ ألفو يعني أن طلقتين طلقت الطفل ثم طلقت العم نتكلم هنا عن نو لن نتكلم عن نو هدي هدي نو هدي ضامير أما هدي نو فتعني أشياء ما تعود لنا أشياء ما تعود لنا إذا نتكلم هنا عن الطلاقات نتكلم هنا عن طلاقات البندقيتين إذا نتكلم عن طلقتين إذا نقول نو نو دو كودو فيزي طلقتين ل البندقية بارتيغ بارتيغ أن انطلقت أنهم انطلقت ألفو في مرة واحدة ألفو في مرة واحدة إذا الطفل وعمو الطفل وعمو أطلاقا في نفس الوقت طلقتين اتجار الأرمب إذا أطنسيون لابتلا لزعب ساجتير إذا أعشاب أنها تتعرك جوفي لامب طبعا هنا عدنا نو باvoir مصرف فلو باسي سامبل جوفي لامب أنا رأيتو دل دلو ماذا جوفي لامب دو زعب رأيتو دل رأيتو دل اودنين اودنين نو دو كود نو دو كود كمان نقول دربتين دو فيزي يعني لي دربتين بي البندقيا باتير الاحواء النامان طلاقة في نفس الوقت إذا نهوم م داربا إذا نهوم قادفا إذا نهوم قاناسا في نفس الوقت أطلاقة الرساس كما نقول في نفس الوقت إذا نكما اقول لابتلا لابتلا لمركي رمفلي لفزي بريئ جفراء جفراء لفزي نوالا سورا رؤوط وقلاء اللون اتتنسيون لابتلا ستحت جداً لسيوز ألمداد دوزهراء نوضع كندحيزي لمصاعدتًا المنزفر طور جمكة وعلي ودواني لحظ رائع ستتحق لربن على الرمه لدواني قطع من أكيد سن اتتحق سن اتوت عنه سن اتوت سن اتتحق معك dann trab explained sevente كيفش أ corriحة أخذ Sichديc seller مصاعبي يحضر้ون محبك لكن سزعت 25 chips على عوقهم مصاعبه ستمر على الغورة enfrentة وقفية مصاعبME وكل دول�마 لم كل البري سماعبت وكل ذري لم يري وكل النبري تغني انه كان يدور كان يدور سور لابغوش طبعا كلمة بغوش كما عندنا هنا لابغوش هذا شرحوها طبعا كما تلاحظوا بان عندنا واحد مجموعة دي الكلمات تجاوزناها عندنا أماركي كما ذكرنا وطفوه إليا في دي نوبل إذا في وقت سابق نتكلم عن زمن سابق إليا في دي نوبل كان هناك نوبلة دي ديك دي ديك دي كونت دي ماركي نتكلم هنا عن أصناف أو طبقات من المجتمعات ثم اي بوخس پتي ساك پور ماتخ لبياس دور ودرجان إذا نتكلم عن پتي ساك پور ماتخ لبياس دور ودرجان حيث من أجل أن توضع فيها طبعا البياس دور نتكلم عن قطع دهبية ودرجان أو للأموال أو من الأموال ثم عندنا ان سوپيرفيزي كما ذكرنا نتكلم عن بندقية رقيعة ان فيزي مانيفيك إذا نتكلم عن بندقية جميلة وراقيعة تخيبو جيد جميلة اي كي دوري فالوار شار اي كي دوري فالوار شار اي كي دوري فالوار شار والتي يجب أن تساوي غاليا والتي يجب أن تكون قيمتها غالية نتكلم احيانا على لا فالوار لا فالوار يعني القيمة هنا عدنا لذا فالوار تجيم القيمة يجب أن تأخذ قيمة غالية عدنا إلى جيستي كما ذكرنا المقصود بها الفيزي طبعا لذا فيزي يعني أنك تصوب نحو هدف إذا كان يصوب نحو الأرانيب ثم نحو الحجل كان لا يطلق النار طبعا في هذه الفقرة الآخرة سنعرف لماذا كان لا يطلق النار ثم عدنا عن نسكابو طبعا كما ذكرنا مقصود بها نتكلم عن كرسي صغير من الخشب صمرة ليس له درعان ليس له متكة ثم البغوش التي ذكرنا قبل قليل المقصود بها تيج دو فغ تيج دو فغ تيج دو فغ نتكلم عن تيج دو فغ سور لعكال ننفل لبولي نتكلم عن قاضي من الحديد سور لعكال التي عليها ننفل طبعا الزرب انفلي يعني أنك تتقب أو أنك تأخذ طريقا نتكلم عن قاضي من الحديد التي عليها نتقب لبولي دجاجة أو إيسي أو كما عندنا هنا لليافر أنها تختارق هذا الأرنب نتكلم عن سفود نضع فيه الأرنب من أجلي شيء من أجلي أن يشوى بور لفر غوتيغ أو دوسو دو فغ بور لفر غوتيغ أو دوسو دو فغ من أجلي غوتيغ حيلا نتكلم عنه يعني الشواء إذن من أجلي جعله يشوى أو دوسو دو فغ فوق النار إذن من أجلي جعله هذا الأرنب المدبوح أو الدجاج المدبوح من أجلي جعله يشوى فوق النار إذن طبعا ضروري أننا نضعه نضع فيه سفودا ثم ندير السفود لنجعل هذا الأرنب أو هذه الدجاجة تشوى على النار إذن من أجلي بعد هناك من أجلي ABOUT في هاته لن المدبوح اشتركوا في اللغة لفرطوا على دائر على دائر دي فى إذن لليفر تورني سورة بروش لليفر تورني سورة بروش كون ويرويتهر لما ركي سوريوية إذن فايدابي هدل ارنب تورني فايدابي يادور سورة بروش يعني أنو يادور يعني على السفود كون ويرويتهر عندما كانت نحو الساعة الثامنة عندما نحو الساعة الثامنة لما ركي سوريوية إذن الرجل ما بيل استيقظ المقصود هنا ما كادت تصل الساعة الثامنة حتى كان هذا الأرنب البري يشوى فوق النار عندما استيقظ هذا الرجل لليفر تورني سورة بروش كون ويرويتهر لما كي سوريوية إذن الأرنب البري الأرنب البري كان يدور نتحدث لليفر تورني في إيلدارة لليفر تورني سورة بروش إذن الأرنب البري كان يدور سورة بروش فوق فوق هذا السفود كون ويرويتهر عندما نحو الساعة الثامنة لما كي سوريوية إذا نتكلم عن رجل إذا عندما استيقظ الرجل النبيل إذا أصبح إذا أصبح فريحا جدا هذا الرجل عندما استيقظ هو أصبح جيد و سعيد إذا أصبح طبعا هنا أدنى الواب دفنير فعل أصبح طبعا نصرف في الوابس السامبل إذا أصبح جيد و سعيد عند فكرة عند فكرة عند فكرة عند فكرة عند فكرة عند فكرة عندما اقترحوا عليه أن يأكل معهم أرنبا أصبح جيد و فريح إذا أصبح أصبح جيد و لديوه 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 كما نقول هنا كل مقطعا المقصود هنا عند تقطيع عند تقطيع وهم منهم يكون في التقطيع أو كما نقول هنا كل مقطعون كل مقطعون ولكن هذا الدمعن يجب ان نلامسه هنا يعني كما نقول وهم منهم يكون كليا في التقطيع وهم منهم يكون في التقطيع كما نقول منهم يكون في التقطيع منهم يحكي مغامرته مغامرته تلك الليلة حتى حصل على الأرنب منهم يحكي وعندما حكى أكيد هذا العم بأنه مصطاد في نفس الوقت مثلا هذا الأرنب إذن هو سيطرحت السؤال كم أنت يتغى بك مونفيزي؟ كيف أنت أطلقت ببندقياتي؟ كيف استطعت أن تطلق النار على الأرنب ببندقياتي؟ فهذا لا يمكن كم أنت يتغى بك مونفيزي؟ دلو ماركي يقول الرجل النبيل دوفني أصبح تبطال جد شاحب إذن هو كان فارح في البداية عند فكرة أكل الأرنب البري لكن عندما عرف القصة انقلب شاحبا وهو يطرح السؤال كيف استطعتم أن تقنص الأرنب ببندقياتي؟ كم أنت يتغى بك مونفيزي؟ دلو ماركي دوفني تبطال دوفني تبطال كيف استطعتم أن تقديفوا ببندقياتي؟ يقول الرجل نبيل دوفني تبطال أصبح شاحبا الذي أصبح شاحبا مجابيني 25 بيس دور دون لو كانو ولكن أنا وضعت 25 قطعة نقدية من الدهب دون لو كانو يعني في هاد الأنبوب في الجعبة الجعبة ديال أجم كحلة ديال البندقية طبعا الناس اللي كانوا تتسألوا الناس اللي كانوا تتسألوا على هاد الرجل نبيل أين كان يضع نقوده؟ أين كان يضع نقوده؟ هم يعرفون بأنه ذهب إلى المدينة لكي يتسلمها بالنقود؟ إذن هم كانوا يطرحون السؤال هو لم يجلب معه لا كيس ولا حاملة نقود إذن طبعا هنا يأتي الجواب يقول مجابيني 25 بيس دور دون لو كانو ولكن أنا وضعت 25 قطعة دهبية دون لو كانو في أنبوب البندقية وهذا هو السبب الذي كان من أجلي طبعا هذا الرجل لا يقدف الأرانيب ولا يقدف طيور الحجل لماذا هو فقط كان يوهم الناس؟ بأنه يستعد في هذه البندقية ولكنه كان لا يضرب بها فهو يستعملها ككيس نقود إذن كم أنت يتغيبك من فيزي دينو ماركي دوني طبعا نحن تغيبك من فيزي دور دون لو كانو كم تغيبك من فيزي دون لو كانو دون لو كانو دون لو كانو أعطيه عن مجالك فهو بحقه ستركت بحقه لكن حلقه 25 مجال في المنزل في المنزل من المنزل ومجال ومجال ولن تتركت عنه فهو ليس فقط أفضل فقط كل مجال لنزل لنزل في المنزل في المنزل ا Detectivement ، ف wi re retrouvées l'une après l'autre dans nos lièvres A mesure que nous mangeo un peu en fumée mais en bon état Voilà le canot du physique هو والبوب البندوقية Voilà le canon de physique Servait au bonhomme de bourse et de cachette pendant ses voyages هو والبوب البندوقية Servait كان يصلح طبعا نتكلم عن الوذيغ بسيرفير مرة أخرى كما ذكرنا في البداية جاتي أو سيرفيس أنا كنت في خدمة قلنا بأن سيرفيس ممكن أنه يعني خدمة لكن أيضا يعني في حالة أخرى يعني مصلحة لكن أيضا في معاني أخرى ممكن نتكلم عن مصلحة نقول مثلا سيرفيس ديك اليوم إذن نتكلم عن مصلحة الزبنة كما نقول خدمة الزبنة هنا طبعا نتكلم عن الوذيغ بسيرفير المقصود بها كما قلنا فيما سابق أنك تخدم سيرفير كلكا أنك تخدم شخصا لكن أيضا سيرفير ممكن أنه تعني كما عندنا هنا يصلح يصلح ووالا لكانون دفيزي ها هو أنبوب البندقية سيرفي كان يصلح وبنوم لهذا الرجل ماذا كان يصلح لذا الرجل؟ دو بوخس كان يصلح له كا كيس كان يصلح له كا كيس مقود إيدو كاشات وكان يصلح له أيضا كتخبئة كتخبئة أنه كان يخبئ فيه وكان يصلح كتخبئة يخبئ فيه أشياء أثناء رحلاته ألون ديمون نوكل يقول العم هنا ديمون نوكل يقول عني ألون ألون نقول ذا ذا ألون ألي إذهب فلندهب فلتذهبوا لكن هنا أيضا كلمة ألون في حالات كثيرة ممكن أنها تعني فلنبدأ فلنبدأ أو داعونا نرى ممكن أنها تعني هذه المعاني ألون ديمون نوكل يعني مثلا نقول داعونا نرى ديمون نوكل يقول عمي المقصود حتى وإن وقع هذا الذي تذكر فلا يستدعي كل القلق نحن سنرى يعني حقيقة يعني كل القطاع التي كان يدعو هذا الرجل في أنبوب البندقية يعني كل القطاع أنها وجدت الواحدة بعد الأخرى عندما قال لهم الرجل الغني بأنني أنا وضعت 25 قطعة دهبية في هذا الأنبوب إذن طبعا عم الطفل قال للرجل ليس هناك بأس إذن داعونا نرى فعندما بحثوا في الأرنب وجدوا القطاع واحدة تلو الأخرى دون اليار وجدوا في الأرنب أميزير كنو مانجيو أميزير كنو مانجيو يعني مع وقت الأكل بقدر ما نحن نأكل في الأرنب بقدر ما نجد قطاعا الواحدة تلو الأخرى أميزير كنو مانجيو أميزير كنو مانجيو كما نقول شيء أنماء في بعض الدخان شيء أنماء في الدخان طبعا الواحدة تلو الأميزير كنو مانجيو عنده علاقة مثلا بكلمات ذلك إذا نتكلم عن هاد القطاع التي وجدت في الأرنب عنده لأكل اميزير كنو مانجيو اميزير كنو مانجيو أنها كانت مدخانة ماهو ممانيطة ولكن كانت في حالة جيدة وبالتالي استرجعت هذه القطع الدهبية إلى صاحبها وفيها بعض الدخان لكنها بقيت في حالة جيدة وهكذا عرف السر الذي كان يخبئه هذا الرجل النبيل إذن نلتقي في فقرة قادمة مع قصة جديدة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة